من 300 جرام كريمة ساويت لكم أطيب صندويشات صندويشات الطفولة والله منظرهم بيبورد القلب وبيفتح النفس هاي الأكلات الصح هاي من الوصفات اللي لازم تعتمدوها بالصيف على قدمة مكوناتها سهلة وبسيطة أول الشي بدنا 300 جرام من الكريمة أو علبتين كريمة وزن العلبة 150 جرام بس هاي شو بدنا نساوي بدي أخفق كل علبة لحالة شايفين اخواتي بهذا الشكل كل علبة بيجي فيها ظرفين وزن الظرف 75 جرام بسم الله يعني كل ظرفين 150 جرام من الكريمة ولكن لعلبة كريمة بدنا كاسة واحدة من الحليب وأهم الشي الحليب يكون بارد كتير وفينا نستبدل الحليب بالمي بس إذا حطينا المي لكل كاسة مي منحط معلقة واحدة من الحليب البودرة بسم الله الرحمن الرحيم عم بعطيكم شغلة ترجعوا فيها لعندي هاي كاسة هون وهاي كاسة هون طبقة من خليها سادة والطبقة التانية منعملها بالكاكاو هلا بدي حط عليها معلقتين صغار من الكاكاو والسادة هاي واحد وهاي اثنين وزا فيها عنكم من هذا المضرب بيكون ممتاز وزا مو موجود الكهربائي المضرب اليدوي بيشتغل بسم الله اهم الشي نخفؤون مية بالمية شايفين اخواتي هذا القوام يلي نحنا بدنا يا هلا منخفو الكاكاو هذا القوام المطلوب هيك بدنا الكريمة تطلع معنا وهلا بدي علبة من البسكوت السادة البسكوت السادة انتو الكل بتعرفوه علبة واحدة بتكفي وزيادة في عندي البايركس حاطت بقلبه ورقة زبدة والبسكوت هذا الوش منصفه لتحت شايفين بهذا الشكل اهم الشي اخواتي تصفوا البسكوت مية بالمية لحتى يطلعوا معكم بالشكل النهائي اكتر من دهب ولا ابسط من هيك ونفضي اول طبقة من الكريمة بس حاولوا تنزلوها شوي شوي لحتى ما ينتزعوا البسكوتات التي يصافينهم بالبايركس بسم الله الرحمن الرحيم هلا مننزل الطبقة ونوزعها على البسكوت وبعدين مننزل الطبقة التانية وهلا مننزل الطبقة التانية من الكريمة بسم الله شايفين لي ما شاء الله اخواتي على قوام الكريمة اكتر من دهب زايد عندي شوية شوكولات بدي حطهم على الكريمة بيعطوا طعمة بتاخد العقل بسم الله شايفين اخواتي لازم هيك نفرض الكريمة مية بالمية هلا منوزع الشوكولات وبعدين منحط الطبقة التانية من البسكوت هلا شلون صفينا البسكوت من تحت منصف الطبقة التانية من فوق ومنخلي هذا الوش لفوق وانا غيرت لون البسكوت لحتى تطلع معي مثل الجاهز يعني شايفين لي ما شاء الله على هالمنظر بيفتح النفس وهلا اخواتي بعد ما غطيناها بالطبقة التانية من البسكوت بدنا نغطيها بالنايل لانه الكريمة بيمسك عليه بوز بالفريزة هي الشغلة كتير مهمة وهلا مناخدها ومنضبها بالفريزة بالنسبة للوقت من الست ساعات لتاني يوم على حسب قوة الفريزة اللي عندكم وبس طلعت من الطعمها بعض وهيك بعد ما طالعناها من الفريزة اخذت عندي عشر ساعات ومثل ما انتو لكم تخلوها ليلة كاملة لا في مشكلة لكن اهم الشي نغطيها شايفين لا في ولا نقطة بوز فايتة لقلبها وورقة الزبدة حطيناها لكي بكل سهولة تطلع معنا ونقطعها هلا منقطعها ونقدمها مع بعض شو بتكم بالحكي الاكلات الصيف غير وتفتح النفس وتبورد القلب اسرع صندويشات الطفولة بالعالم هاي الاكلات الصيفية الصح ولا منظرهم ببورد القلب وبيفتح النفس هاي الاكلات الصح نضعها صوص يا ويلي على هالاكلات اللي بتفتح النفس هاي الاكلات الصح ونسمي بالله طعم الشوكلات اللي حطيناها مع الكريمة عاطية طعمة رهيبة ضروري تجربوا هاي الطريقة واذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تضبطونا وضع الفيديو بلايك كان معكم الشيف علي تحياتي لكم